تحية لليمن شعبا وقيادة تحية لليمن من حضر موت وحتى الحديدة تحية لكل قرية لكل مكان لكل طبعا محافظة من محافظات هذا الوطن الجميل الذي عشت فيه قرابة 20 عاما طبعا أنا بدأت حياتي في اليمن عام 74 من خلال عملي كمدرس في مدرسة الطويلة في عدن بالقرب من الصهاريج وأيضا عملت في منطقة تسمى منطقة عتق أو محافظة عتق وانشأت في تلك المنطقة ملعب لكرة السلة وكرة الطائرة للمدرسة الثانوية ثم عملت فيه طبعا مدرسة الطويلة بالإضافة لعملي في دار المعلمين والمعلمات كمدرس ثم بدأت رحلة عملي الإعلامية في أبريل عام 1978 ليكون أحد كوادر إذاعة صوت الثورة الفلسطينية صوت فلسطين صوت الثورة الفلسطينية التابعة لحركة فتح والثورة الفلسطينية وبقيت في تلك الفترة كانت الإذاعة في منطقة التواهي بالقرب من المسرح الوطني الفلسطيني وكانت إذاعتنا له إذاعة صوت الثورة الفلسطينية تنطلق من هناك وأيضا من صنعاء كانت تنطلق من حي الزراعة بالقرب من مبنى مجلس الوزراء هذه الإذاعة التي كانت تصل لكل اليمني لكل الشعب اليمني الذي يحبنا والذي أيضا نحن نحن نحبه بكل طبعا فئاتنا الفلسطينيين جميعا نحب اليمن ونعشق كل ذات الطراب في هذا اليمن الشقيق الذي كان دائما معنا أما بالنسبة للوحدة اليمنية ففي عام 1989 وتحديدا في 3011 89 تم التوقيع على بداية الوحدة اليمنية أو الاتفاق على الوحدة اليمنية ولكن في تقريبا في مايو عام 1990 تم إعلان الوحدة اليمنية ويومها حضر شهيد ياسر عرفات وكان أحضر معه من بغداد السفير يحيى رباح وأعلن بعد أن بارك للقيادة اليمنية الرئيس علي عبدالله صالح رحمه الله والرئيس علي سالم البلبيض اليمن الشمالي واليمن الجنوب الذي يتحد في هذه الفترة في تلك الفترة أعلن الرئيس أبو عمار مباركة للوحدة اليمنية وفي نفس الوقت أيضا أبلغهم بأنه اليوم طبعا أعطيكم أنه يحيى رباح سفيرا للوحدة اليمنية طبعا العزيزة والغالية اليمن في تلك الفترة خرج من نفق الزجاجة بالنسبة طبعا للكل اليمني وأصبحت أمال الشعب اليمني كبيرة من خلال الوحدة اليمنية لتكون اليمن دولة قوية برئاسة علي عبدالله الصالح وتكون طبعا أمامها أفاق كثيرة اقتصادية سياسية تجارية وأيضا العلاقات مع الدول العربية بشكل عام وتحديدا مع مصر مع سوريا مع بعض الدول العربية الأخرى وهكذا انطلقت الوحدة اليمنية في تلك الفترة لتستمر لسنوات إلى أن كذلك فيما بعد محاولة طبعا اللي هو يعني العودة مجددا إلى الانفصال والمشاكل التي رفقت تلك الفترة والحروب التي أيضا كانت موجودة أدت إلى إضعاف اليمن وأدت إلى أنه شعب اليمن الذي فرح بالوحدة وفرح بالأم الشامل مجددا منقسم ومجددا ضعيف ولا يستطيع مواجهة الأخطار إلى أن طبعا أدت الأحداث إلى كثير من الصعوبات والمعيقات أتمنى للشعب اليمني الشقيق الحبيب الغالي الذي من خلاله أسمعنا العالم هذا صوت فلسطين صوت الثورة الفلسطينية يحييكم ويلتقي بكم من خلال الإذاعة اليمنية في صناعة والإذاعة اليمنية في عدن وثم توحدت الإذاعة فكنا أيضا ينطلق هذا الصوت أتمنى لليمن الوحدة الحقيقية الوحدة المتينة الوحدة التي تعيد الصف لشعب نقي وشعب وفي وشعب أيضا أمامه الكثير من الخيارات ولديه أيضا الكثير من الإمكانات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وهو يقع على طبعا الخليج عدن أو يقع على البحر الأحمر اليمن الجميل اليمن بكل ما لديه يحتاج ويتمنى كل فلسطيني أن تعود اللحمة والوحدة اليمنية صعوبات عديدة وتدخلات في بعض الأحيان من البعض ولكن على اليمنيين مجددا أن يلموا الشامل ليقول طبعا ما يقاله الشاعر اليمني سابقا يوم من الدهري لم تصنع أشعاته شمس الضحى بل صنعناه بأيدينا صنعتم الوحدة اليمنية بأيديكم عام 1990 أتمنى أن تعودوا مجددا لأن تظل الوحدة اليمنية حقيقية لأن الوحدة الحقيقية هي التي تصنع الشعب إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ولابد للليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر كما ينكسر القيد الإسرائيلي لشعبنا سينكسر قيد طبعا الفرقة والانخسام لليمنيين ومجددا نقول إن بوحدتنا وليس بغيرها نبقى جبالا في الوجود حضورة تحية إلى جبال اليمن تحية إلى اليمنين أينما كانوا يجمعون أنفسهم مجددا لتكون الوحدة اليمنية الحقيقية التي تصنع الانتصار وتحية لكل بيت تحية لكل مرأة تحية لكل شاب تحية لكل طفل ولكل زهرة يمنية تعلم تماما أن الوطن أهم من كل شيء وأغلى من كل شيء تحية مجددا من فلسطين من هنا مني أنا الإعلامي محمد الباز إلى كل يمني إلى كل من عرفت وإلى كل من أعرف وبالتأكيد ستعود الوحدة اليمنية على الشعب اليمن الصديق الحبيب الغالي المناضل بالخير والبركات المترجم للقناة